نروح لموضوع آخر من الموضوعات الهامة اللي أصبحت حديث وشغل شاغل للكثير من البشر في دول العلامة شغل المصريين لأن شركة ميتا بتدرس دلوقتي طرح تطبيقات إنستجرام وفاسبوك في بعض الدول دون إعلانات وده هيكون مقابل اشتراك أو رسم مادي حوالي 17 دولار صحيح يا أحمد كمان بقى الشركة قررت أنها تمنح العلامة الزرقاء أو الverification للمشتركين الراغبين في توثيق حسابتهم بمقابل اشتراك شهري وهنا في مصر الاشتراك قمته حوالي 300 دولار خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير عليكم نورن في صباح الخير يوم مصر صباح أنه يفندم عليك وعلى أحد السادة المشاهدين صباح الخير بشغلص قبل ما نتكلم عن سياسة ميتا الجديدة وفرض الرسوم مقابل أنه ما يكونش فيه إعلانات هل شفنا بالمناسبة applications غير فيسبوك أو إنستجرام طبقت فعلا الفكرة دي حاجات لي علاقة بالapplications اللي بيبقى عليها غاني أو 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 بس خلينا نتكلم على فكرة أنه يبقى فيه توثيق بمقابل مادي يعني كان أصلا التوثيق قبل كده كان صعب أساسا ما كانش سهل وكان لازم يبقى فيه أوراق ثبوتية كتير وكان لازم بقى فيه لي كذا خطوة فكتش سهلة يعني بس إنه فكرة أن الوقت يتم التوثيق بمبلغ واعتبر مش كبير للشخص اللي حابب يوثق حسابه أو مهم بالنسباله أعتقد خل الموضوع يبقى أسهل ومتهيالي أنا مش عارفة نعيز أرى في رأيه حضرتك فيه هو زي ما حضرتك قلت في الأول فعلا كان عملية التوثيق دي كانت بتاخد خطوط كتير جدا وفي الأخي كان يقولك لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى للقبول من غير يقولك حسنا ناقص ناقص كذا أو ناقص أي تم كذا تقريبا من شهر أربعة اللي فات أعلن اللي هو على غرار الشركة السوشيال ميديا المنافسة إنه حيخلي الاشتراك التوثيق بمبلغ شعري بس وحطت طبعا مجموعة من التأييدات شوية علشان ما يبقاش الموضوع مفتوح لأنه ممكن يتسيق استخدامه إن أي حد يعمل أكاونت باسم أي جهة أو أي شركة وبعدين يعمل لها توثيق فخلاها مقتصرة في الفترة الحالية على الحسابات فقط وليس على الصفحات يعني الأكاونتات وليس البيج أي حد عنده بيج يحاول يعمل لها بالطريقة الجديدة دي مش حيلاقي الطريقة أصلا وكان قايد في شهر بريل اللي فات إنه حيبدأ أدخل الدول تباعا دولة دولة إحنا قريبا في مصر كنا في نصف تسعة من 15 شهر تسعة حتى الآن بدأت الشعب المصري اللي عامل أكاونتات على السوشال ميديا بدأت تجير وسائلة كده إن الآن أصبح التوثيق متاح من خلال ضغط على لينك ومن ضغط على لينك دي بدأ يقوله الاشتراك حوالي 300 جنيه مبلغ شهري وبيتدفعه بأكتر من طريقة اللي ما عندهش كليت كارد أو ديبت كارد بيعمل الكارت الافتراضي بين المحافظة الإلكترونية اللي موجودة عندنا في السوق المصري وبياخد الكارت ويحط بياناته بيطلب منه شوية توصيق بس بيقول إن دي صورتك وهل ده اسمك وبعد كده بيطلب منه صورة من الرخصة أو صورة من جواز السفر بس ما تبقاش صورة كده وفقت الهوية صورة الغرض منها يازي تأكدين ما مكنش كمان على خلفية زي أرضية معينة عشان تأكدين صورة حقيقية مش معمول لبها فوتوشوب يعني على أحساس حد يعني معدل فيها وبيقول خلال 48 ساعة بتتم عملية التوصيق وأنا حتى جربتها عشان خاطر أحب حبيت أخذ التجربة دي تلقيته بعد 40 دي قال لي كده تمام والأثنتيكيشن تم وطبق شوية ترول اللي هو خرج خرجني من كل الأجهزة اللي أنا كنت متصل بيها وعشان تخش من أول وجديد ما قال لي بقى خلي بالك أنت لو حبيت تغير صوتك أنا هعيد التوصيق من أول وجديد لو حبيت تفتح من جهاز جديد هتأكد أني أنت صاحب الجهاز لأنه أنت بقيت لك شوية مميزات عن دير بعد عملية التوصيق دي طيب بش ماندس يعني يبدو أنه نحن في مرحلة والعالم كله يتجه إلى عدم مجانية أي شد لما تعلن شركة ميتا أنه هيكون بعض التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا التابعة لها هتبقى بمقابل 17 دولار علشان تقدر أنت تستفيد بهذه الخدمة دون إعلانات هل ده بيفرق؟ أو هل ده هيفرق مع المستخدمين أصلا؟ يعني هل ممكن يبقى فيه قبول ورغبة من الكثيرين بدفع المقابل عشان ما شوفش الإعلانات؟ بالفعل فيه عدد كبير جدا مهم أنه ما يجلهوش الفواصل الإعلانية ديت لو بيدور أو بيتفرج على كون تنت معين فيه ناس الفاصل ده ممكن بيعمل لها انفصال ذهني يعني ليه كان بتتبعه يعني المحتوى وفيه ناس حتى في الفعل كان بتبدأ تنزل طول أو برامج بتمنع الإعلان ده كان بس بشكل مؤقت مدة زمنية شهر أو شهرين وبعدين ترجع تجيب برنامج تاني لغاية لما أعلون عن الخدمة ديت فيه ناس قد تشوف شايف المبلغ دوت مبلغ بسيط وصد انه يتجنب بالمشاهدة الفواصل ديت وفيه ناس هتتفضل لينها تحتفظ بالفواصل على لو شافت المبلغ ده مبلغ كبير بنسبة لها خصوصاً ان المبلغ ديت تبقى شهرية ما احنا مش منتكلم في مبلغ بيدفع سنوي أو بيدفع حتى ومرة واحدة حتى برضو موضوع الفريفيكيشن دوت هو بـ 300 جنيه كل شهر برضو ده على الأكاونت الواحد أو حسابي الواحد يعني لو أنا عندي حساب فيسبوك وإنستجرام أعتقد اللي أنا بيبقى الرقم أو المبلغ بس هو حالياً لسه ما فتحش كمان التوصيق في الإنستجرام في مصر هو فتح بس الفيسبوك التوصيق الإنستجرام في مصر فتح أنا جربته اللي هو ما مبلغ للـ 300 أنا جربته لده هو دلوقتي أصبح كمان الموضوع في عرض معمول اللي انت لو هتوثق بالـ 300 جنيه لو الـ 2 أكاونت الفيسبوك والإنستجرام بيبقى بـ 500 تقريباً بدل 600 حقا كده وكمان مجاناً معاني الأكاونت اللي هو سريد لو أي حاجة أحدك بتعملها في الإنستجرام بيوريسها سريد بتسعمل على طول لو أخدت العلامة في الإنستجرام تلاقي نفسك واخدها في سريد طيب برضو تابعنا أنه شركة ميتا مؤخراً شايفين كده في بعض المناوشات بينها بين الاتحاد الأوروبي ويمكن شركة ميتا كمان هددت أنها ممكن تخرج براء الاتحاد الأوروبي لو منعوها من هي تنقل بيانات المستخدمين لأمريكا أنا هايزة عرف محركة فكرة نقل بيانات المستخدمين ولو إحنا فكرنا فيها كده بعقلنا وطبيعاً أن أي حد يرفض أصلاً بس إيه الفكرة وإيه المغزة من القصة دي هقول له حضرتك هو بالنسبة للدول في الفترة الحالية بتبص على بيانات المكومين جواها إنها جي بيانات قومية فأنا لما أكون عندي بنمك سوشيال ميديا شبه ميتا فالمقر بتاعه في السيلكون فالي في الولايات المتحدة في تارفونيا الدولة الأوروبية شايفة أن بيانات كل من بيستخدم التطبيق بتذهب إلى السيرفر هناك في دولة تانية فدائماً كانت فيه نزاع مع الشركات العالمية مش الشركة دي بالذات بتطلب أن يبقى السيرفر أو المكان اللي بيحتفظ بيت داتا بما يخص الأوروبيين موجود جوا أوروبا جوا أي دولة من دول الاتحاد الأوروبية ودائماً حتى فيه دولة معينة أيلندا هي المختصة بما يخص موضوع التكنولوجيا المعلومات والسيرفرات الخاصة بالموضوع دولة فدائماً بيبقى فيه النزاع ما بين الدولة وما بين الشركة العالمية فيه الداتا بتاعتي ما تطلعش في مكان تاني أنا معرفش أنت لما تطلعها في دولة تانية أي إن كان علاقتي بالدولة التانية دي أنت بتعمل إيه بالداتا ديات؟ الداتا ديات لما تتبص عليها بشكل إجمالي على المستوى كل المستخدمين لا فيه معلومات هو بيستنتجها المعلومات ديات ما بتطلعش موجودة مع الدولة ذات نفسها عشان كده دائماً تلاقي الصين واخد نفس الموضوع الولايات المتحدة مع بينامج التيك توك نفس الموضوع روسيا برضو بتاخد نفس الموضوع فتبقى عند دولة دولة بتبقى تخش روسيا أعتقد عندها المنصة الخاصة بيها مزبوط كل دولة بتبقى تعمل اقتراح الصين قالت أنا مش عايزة البرامج الأمريكية دي كلها هعمل برامج بديلة جوة بتشتغل جوة الصين بس روسيا قالت أنا هعمل حاجة شبيهة للفيسبوك وكمان بقى يعني ما بين الطريقتين دول أو الحلين دول موازم الدول بيمشوا على الطريق دوت كان فيه قرار للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي أعتقد في شهر يوليو الماضي أكدت فيه أن الشركة ميتا يجب أن تحصل على يعني زي نقول موافقة أولية قبل عرض الإعلانات هل هو ده سبب رئيسي من أسباب لجوء ميتا لفرض رسوم للاستخدام هذه المنصة دون إعلانات؟ لا هي دائما بتاخد الفيدباك من المستخدمين لو أي حد مثلا حجم دايقاء بيجي يتأخر على التقرير يقول مثلا أنا بشاهد إعلانات كتير فبيجي لها فيدباك من المستخدمين إن هم بيطلبوا مثلا معلل العلاج أو تحت مبلغ مالي أو تحت أداة إنه نتخلص من مشاهدة الإعلان زي بالظبط لما هو لاحظ أن فيه ناس كتيرة جدا حابة تأخذ علامة التوصيق وليس محددة الحدود التي تحطها لشركة ميتا فاقترحت موضوع المبلغ المالي طبعا هو بالنسبة لها كان اقترح رائع لأنه يحصل على المبلغ مالي كبير جدا لما نتكلم عن مستخدمين العالم كله ما تدرب الرقم دوت في كل شهر فتدفق نقضي بمناسبة بشماندس المبلغ المالي يعني أظهر على المقاطعة لأن دلوقتي يقال وهو الشائع حاليا إن حتى الحصل على علامات التوصيق الماضية هيخضع للمبلغ المالي يعني فيه بعض الناس بالفعل اللي تم حثف علامة التوصيق لديهم عشان يدفع فلوس هو يمكن المشكلة دي حصلت مع تويتر أو مع إكس في حوالي من شهور ولكن علجها إن هو قال أنا حرف حدود الكبول للعلامة المجانية إلى مليون متابع تقريبا في المقابل اللي أقل من كده وحبب يأخذ العلامة بمبلغ مادي هيفضل ولكن اللي معاه أكثر من مليون متابع لأ هو ده كده كده ممكن يأخذها العلامة بفعلية مجانية أصلا يعني زي ما نقول رفع الشروط رفع الكيود للمقابل كبيرة عشان خاطر لإني كان ساعتها تكونت حركة اللي هي مع الخروج من المنصة دي لإني إذا بقى أنا واخد العلامة ووعدين تأخذها مني فلما لقى الضغط العلامي وإن الناس المشاهد العلاميين وحصلين على العلامة دي بدأت نسحب بينهم رح جاء حطت الحل البديل وأعتقد أن كل الشركات هتمشي على المنهج دوات أن أنا هرفع الشروط للمن يريد يأخذ العلامة المجانية لعدد أرقام تبين أنه هو شخصية مؤثرة ودهاله وفي المقابل اللي معهوش الأرقام دي تمكن يدفع المبلغ المالية يعني واضح أنه الأول لما منصة تويتر بعد كده بقت أكس آلم ماسك طبعا بعد ما تولى كمان إدارة الشركة الأول كان فيه انتقادات كبيرة جدا ووسع جدا دلوقتي بقوا بيسيروا على نفس الخطة يمكن حتى بيأخذوها زي نموذة كده أو رول ماضل زي ما بنقول إن هم بيمشوا عليه طيب فكرة التوثيق للحسابات بفلوس شايف إن هي ممكن بعد فترة تفقد أهمية يعني تفقد الحساب أهميته أنا أنا عن نفسي دلوقتي بقيت بشوف مثلا على الإنستجرام حسابات كتير جدا موثقة ما كنتش بشوفها لما ابتدي أدخل على الحساب وشوف إنه هو موثق وشوفوا ليه موثق بلاي ما فيش يعني يعني ما فيش أي حاجة تستدعي إنه هذا الحساب يكون موثق بالفعل عدد فولورز قليل ما فيش كانت ما فيش محتوى ما فيش أي حاجة هو أنا يعني اقتراحي أنا شخصي أو تحليلي للموضوع إنه ممكن يفرق بين نوع التوصيق يعني ممكن التوصيق يقول مثلا ده توصيق مدفوة وده توصيق مجاني خلينا نكمل كلامنا مرة أخرى عن الإجراءات الجديدة من شركة ميتا مع المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات أستاذ إسلام محمد نتكلم قبل الفاصل أبو أبو فان قبل الموجة سيكون نتكلم عن فكرة إنه الحسابات اللي بيتم توصيقها دلوقتي وانتشار الحسابات الموثقة اللي ملهاش محتوى أو ملهاش هوية محددة ده شوية ممكن يفقد فكرة أن توصيق الحسابات يعني أهميتها أو خصوصيتها شايف حضريك الموضوع ده إزاي أنا أتفق مع حضريك تماما في الموضوع إن مجرد ما الشخص بيدفع مع وجود شروط مبسطة جدا مبسطة جدا مجموعة من البوست أو مجموعة من المنشورات ومجموعة عدة زوائي جدا من الفريندز بيلاقيه حصل علامة التوصيق المخوف كله إن الموضوع ممكن يدور بطريقة غير سوية أعتقد إن لما إكس عملت الموضوع ده كانت كأي حد يعمل أي أكاونت باسم أي جهة حصلت بعض الانتحالات شهر فهم راعوا الموضوع ده بس المرادية الغرض منها الحماية لما يحصلش حاجة شبه كده ولكن بيفقد نسبيا قيمة التوصيق فكنت متوقع يعني في الفترة الجاية ممكن يميزوا بين التوصيق المدفوع والتوصيق المجاني بحيث إن التوصيق المجاني ده يعني له رونق تاني لأن أصبح إن عشان أعرف إن الشخص ده واخد على التوصيق مجاني يبقى الراجل ده محقق الرولز كلها ومع العدد المينموم اللي هما كانوا طالبين بس أنا أتفق مع حضرك إن فعلا إن تبسيط الموضوع بالشكل دوت ممكن يقلل من قيمة ولكن لو بصينا من ناحية برأة شركة ذات نفسها فهو بيحقق لها تدفق مالي رهيب كل شهر أو كل فترة خلينا نتكلم شواند السلام بقى على يعني نستغل وجود حضرتك برضو نتكلم على الصغرات إيه هي الصغرات اللي موجودة في العلامة الزرقية هو مش صغرات ويعتبر هو يعني بمجرد ما الشخص ياخد العلامة التوصيق بيحطوا بيبعط له كده شوية نوتفكيشن إن خلي بالك ما ننفعش تفتح من جهاز تاني إلا لما تاخد علامة تاخد شوية أبروف لو غيرت صورتك أنا حشيل العلامة ديت عشان أنت ممكن تحط صورت أي حد تاني مش صورتك فبالتالي أحسن مشكلة الحاجة التالتة الناس ما تقدرش تغير صورها طالما وفقت مجرد التوصيق أو ما تغير صوتك ولا خلي بالك أنا حشيل علامة صح لغاية ماري إفالويت الصورة ديت هل فيعن الصورة ديت تانية ولا لا ما أنت ممكن تعمل تتوصيق فهو الخطوة ما بيخدش عشان دقيقة لو حطتها دخل عمد كده عشان دقيقة ويقول فعلا بصورتك وأنا هرجع لك العلامة بس من اللحظة خلال الفترة ديت بتلاقي العلامة تصحبت منك لأنه ليس ما تأكدش أن دي صورت الشخص وبعده نفس الكلام في موضوع الكفر الكفر فوتو برضو بيعملها نفس البوليس ديت نفس البوليس بيطبقها على الإنستجرام وبيطبقها على سرد وبيطبقها على الفيسبوك أن أي تغيير في أي معلومات الأساسية بالنسبة له الاسم الصورة والصورة الكفر أي تغيير في التلاتة دول بشير العلامة لغاية ماري إفالويت من الأول وجديد وده بيحصل في الحسابات الموثاقة حتى من قبل كده آه كان فعلاً يعني لو حد مثلاً موبايله اتفقد منه لأي سبب من الأسباب ويجي يفتح ويشتري موبايل جديد أو بيجيب موبايل جديد فيلاقي في الفيسبوك أو أفل أكاونت لأنه يلاقي جهاز غريب داخل ويفتح أكاونت زوء فاليديد أو زوء سنتيكيشد لغاية ما يخش يتكلم الصبورت عشان خاطر يلوم أنا أخدت جهاز جديد أو بني إيه أو موبايلي بغيره نتيجة سبب من الأسباب في نقطة الصورة دي تحديداً لأنه من ضمن الشروط اللي بتكون موجودة ليه التوثيق هو فكرة تطابق الصورة اللي موجودة على الفيسبوك وإيه إنستجرام فهل لو أنا غيرتها دلوقتي على الفيسبوك بعد الحصول على التوثيق لابد من تغييرها أيضاً على باقي الأكاونتات ولا خلاص لا هو بيقارن الصورة بالصورة بتاعت المستند اللي حضاك رفعته اللي هو سواء الرخصة أو البسبور مش بيقارن يعني مش لازم أعمل الاثنين عن نفس الصورة بس الصورة الجديدة دي هل هي نفس الصورة الموجودة في الرخصة أو في البسبور اللي هو قد تمقدمه ولا لا طبعاً هو بوضو هو في الفيسبوك حالياً موقف عملية اللي أنت تعمل authentication بفلوس للصفحات أو للمنتجات الصفحات الشخصية فقط الأكاونتات الشخصية فقط يريد بتعملها كده لأي حد عنده شركة أو منتج يأخده يأمله بفلوس بفلوس لا بيقوله أصلاً ممنوع لأننا هحتاج بقى سجل وشوية تجارية شوية نشكر حضاك طبعاً جزيلاً شكراً المهندس إسلام بغانم خبير تكنولوجيا قال المعلومات بشكرك على كل هذه المعلومات يا فن شكراً لك يا فن شكراً لك بشهد السلام